النهاردة هنحتفل سوا بالسنة الجديدة بس مش اي احتفال احتفال على طريق عايز اخدكم معي في عالمي الخاص اللي في اخر كل سنة بقفل على نفسي واحتفل مع نفسي بانتهاء عام وبداية عام جديد بعمل ايه بقعد اخطط للسنة الجديدة اوه هتقولوا كنا فاكرينك بتعملي حاجة الطف من كده زريفة بتخرجي بتفسحي بتقبلي صحابك اه بعمل الكلام ده كله ولكن جزء اساسي من احتفالي بالعام الجديد هو ان انا بفكر هعمل ايه في العام الجديد امالي وطموحاتي والحاجة دي حصلت وانا عندي 13 سنة وانا عندي 13 سنة وفي نفس الوقت ده كنت بذاكر مع صاحبتي وقاعدين بقى بنتكلم ونحكي ما طبعا يعني ما مش هنقعد نذاكر طول الوقت بنتحك على بعض اوه ما مهتنا برا فاكرين ان احنا بنذاكر اه وجا في بالي قلتلها ايه رأيك نفكر في العشرين سنة الجاية يا طرح هنبقى ايه يا طرح هنعمل ايه قالتلي طي يلا قلتلها بصي احنا انا هنفكر في عشرين هدف او عشرين حلم للعشرين سنة اللي جاية ودورت على صفحة فاضية جوه كتاب الماث وقلتلها انا هكتب قالتلي كتبي انتي انا مش هكتب انا هتكلم معاك انا دعبانة طلع خلاص اوكي وانا فكرة رحت عاملة واحد اتنين تلاتة اربعة لغاية عشرين وقعدنا نكتب ونتكلم ونحكي عايزين نتجاوز انسان شكله ايه وصفاته ايه عايزين نخلف اولاد شكلها ايه عايزين نشتغل ايه عايزين نعمل ايه لدرجة انا فاكرة ان انا وهي كنا بنقول احنا عايزين نسكن جنب مياه بس ده مش مش سهل احنا كنا في مصر يا ام هنسكن جنب البحر يا ام هنسكن جنب النيل طيب هنسكن جنب النيل صعبة قوي يعني مين ده اللي حيسكن في عمارة على النيل طب هنسكن جنب البحر طب انا وهي اصلا من القاهرة هنروح نعيش في اسكندرية المهم قلتلها بصي بقولك ايه هو الحلم الكبير ان احنا نسكن جنب مياه مش مهم بقى ميت ايه مش مهم وتعدي السنين وتكنت قرب البحر في بلد ما وبعدين في يوم بكلمها على التليفون وبفتح شباك قط النوم عشان اهويها وبصيت لقيت البحر قدامي طبعا انا شفته كتير بس في اليوم ده واو ده انا من عشرين سنة كتبت ان انا نفسي اسكن جنب مياه ومن ساعتها وانا لما بيجي ادور على بيت او على شقة بحاول تكون قريبة قوي من انها تكون جنب مياه بحيرة نهر اي حاجة من الحاجات دي ليه انا بقول كده بقول كده عشان ااكد لكم ان الاحلام اللي كنا بنحلم بيها واحنا صغيرين بتتحقق لو حطناها في دماغنا ولو صدقنا فيها اوي مش شرط ان انا افتكر الحلم احيانا بافتكره بعد ما بيحصل اه ده انا وانا صغيرة كان نفسي كذا وكذا وكذا ضمن الحاجات مثلا ان انا كان نفسي ابقى مذيعة بس انا في نفس الوقت عايزة ابقى مهندسة طب مذيعة ولا مهندسة ولا مضيف الطيران ولا كذا ولا كذا ولا كذا وتعدي السنين وتجي قدامي فرصة عن طريق واحدة صحبتي اشتغلت في اذاعة فقلت لها انا كمان عايزة يكون لي برنامج عرفيني على الناس اللي انت بتشتغلي معاهم وفعلا اتعرفت عليهم وبقى لي برنامج في الاذاعة اي حاجة بتتمناها هتتحقق هتتحقق لو فتحت عينيك للفرص اللي بتيجي قدامك بس ما ينفعش ان احنا نمشي كده بدون تخطيط بدون هدف بعد سن 13 سنة وانا عندي 15 سنة عجبني قوي رقم خمسة قلت اه ده الدول بتعمل خطة خمسية كل خمس سنين يا ترى الخمس سنين اللي جاي حنعمل ايه وحنسوي ايه فانا كمان قررت اني يبقى عندي خطة خمسية وفعلا عملت خطة خمسية وبقت كل خمس سنين لازم اعمل خطة خمسية وكل سنة اعمل خطة تانية فيها تفاصيل اكتر بس الخطة دي جزء من خطة جبيرة مدتها خمس سنين الاسلوب ده فدني كتير قوي 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 بحياتي ان انا كنت عارفة الخطوط العريضة للحياة اللي انا عايزة عيشها ده لا يمنع ايماني بالقدر ده لا يمنع ايماني بالقضاء ولكن دايما كنت بفتكر كلمة الشيخ الشعراوي وهو بيقول الانسان مسير باختياره دكتور مصطفى محمود اكدها برضو ان احنا مسيرين بفعل القضاء والقدر من ربنا سبحانه وتعالى ولكن لينا اختيار لينا اختيار في تفاصيل كتير قوي هي اللي بتحدد حياتنا هتبقى ايه في كل لحظة بنعمل اختيار كان فيه ريسورش عملوه عن يترى في اليوم الواحد الشخص العادي بياخد كام قرار متعلق بالاكل في بعض الاحيان وصل ان فيه ناس بتاخد او بتفكر ان هتاخد قرار فيما يخص الاكل فقط 600 مرة في اليوم what 600 مرة في اليوم اه صحة الصبح افكر انا نفسي اكل كذا بس انا معنديش كذا في التلاجة طب انا هعمل كذا طب انا نفسي في حاجة مسكرة طب انا نفسي اشرب كذا نفسي اعمل كذا طب ده ده في الاكل بس تخيلوا بقى كل حاجة انا قبل ما اقف اسجل الفيديو ده اه كنت هكسل بصراحة قعدت فكرت قلت اه انا عندي فيديوهات تكفي بس انا عايز اعمل الفيديو ده من بدري عايز ا اشرككم في عملية التخطيط للسنة الجديدة معايا وايام بتعدي يوم ورا يوم حوار بسيط بيني وبين نفسي خلصتوا بان انا خدت قرار ان انا لازم اقوم والبس واتشايك ونعمل حفلة سوا حفلة بنخطط للسنة الجديدة يلا كفاية كلام كده تعالوا نبتدي الخطوات العملية قبل ما نبتدي مع بعض واقول لكم الخطوات اللي هناخدها سوا وهعمل خطتي معاكم في السنة الجديدة واقفوا الفيديو روحوا هاتو كراسة نوتة اجندة ورقة فاضية او كم ورقة فاضية وقلم او اقلام ملونين لو انتوا بتحبوا الالوان وهاتوها وعودوا ما حدش يكمل الفيديو ده الا لما تروحوا تجيبوا ورقة وقلم مفيش نقاش وانا معايا النوتة بتاعتي ومعايا ومعايا وهعمل خطتي معاكم واحدة واحدة قبل ما هكلمكم على ازاي هنحط الاهداف للسنة الجديدة عايزين نتكلم على ايه نوعية الاهداف اللي ممكن ناخدها في السنة الجديدة فيه ثلاث انواع من الاهداف اول نوع بنسميها اهداف العطاء ودي اللي بتتعلق بناس اخرين ناس اخرين عايزين نديهم حاجة نوطد علاقتنا معاهم نبقى ريبين منهم اهداف متعلقة بناس تانيه ممكن تكون اولادنا ممكن يكون شريك حياتنا ممكن يكون اباهاتنا امهاتنا اصدقائنا ممكن يكون اوسع من كده المجتمع بتاعنا واللي محتاجينه ممكن مثلا الصدقات نوع من انواع الاهداف العطاء ممكن يكون دعم اولادنا هدف من اهداف العطاء ان احنا نبقى ابناء وبنات احسن لامهاتنا وابهاتنا برضو دي مثال على اهداف العطاء النوع التاني من الاهداف هي اهداف شخصية حاجة متعلقة بي انا بس علمي قدراتي شكلي اسلوبي طريقتي اي حاجة متعلقة بشخصي انا كحنان عواد مش متعلقة بحد تاني النوع التالت من الاهداف هو اهداف استقرار ودي عادة بتبقى متعلقة باسلوب حياتي والديرة المحيطة ديقة قوي بيا يعني مثلا حالتي المادية اللي بتأثر على استقرار حياتي وحياة اسرتي المكان اللي هعيش فيه انا واسرتي اي حاجة تساهم في تقصيل نمط حياة جميل حلو مريح ليه والديرة الصغيرة بتاعتي انا ليه بشرح لكم انواع الاهداف لان هنلاقي نفسنا بنتكلم عن الانواع دي بعد كده لما نبتدي نكتبها واحدة واحدة الحاجة التانية فيه طبعا يمكن اللي شافوا منكم فيديوهات او اللي خدوا تمرين ووركشابس مع الاشغال بتاعتهم يعرفوا عن سمارت جولز سمارت جولز ااubernetes اكرونام من حروب تعني ايه سمارت اى.. يعني زكة بس هنا مش مقسود انه الهدف زكى الأرهدف لهم وصفات معينة بتتلخص في الكام حرف دول سمارت سپسيفك اس سپسيفك يعني هدف محدض ما ينفعش يقول انا عايزة بقى ناجح ماشي اوكي ناجح فين ناجح في ايه هتبقى ناجح امتى هتبقى ناجح بالفلوس ولا ناجح بالمنصب ولا ناجح بايه لازم تكون specific هدف محدد M هتقيس نجاحك ده بايه هتقيس هدفك ده بايه والله انا عايزة خس ماشي عايزة خس كم كيلو انا عايزة اكتب فلوس كتير ماشي فلوس كتير مليون اتنين مليون ولا الف ولا خمسين جنيه كام لازم يكون هدفك specific محدد مجربل قابل للقياس ايه اتينبل يعني تقدر توصل له ما ينفعش واحد ملعبش مثلا سلة خالص يقول انا عايزة اكون زي مايكل جوردن الناس اللي بتعرف في الرياضة يعرفوا ان مايكل جوردن هو احسن لاعب سلة في العالم طيب ده يعني ازاي منين انا ملعبتش سلة انا وفجأة كده احط لنفسي هدف ان انا عايزة بقى احسن لاعب سلة انا وانا صغيرة كان نفسي بقى بلرينا انا لعمري خدت دروس بلايه ولا كان في اسرتي الفكر ده موجود ولا يعني ولا عمري عملت حاجة تقربني ان انا اكون بلرينا اقول كده اه انا عايزة اكون بلرينا عايزة اكون بلرينا ده ما يمنعش ان حلمك يكون اكبر شوية من قدراتك مش هو ده اللي اقصده اللي اقصده انه يكون تقدر توصله بالجهد بالعمل بالمعافرة بس تقدر توصله واقعي واقعي تقدر تحققه على ارض الواقع انا ممكن اقول انا عايزة اكون بلرينا ودي انا شفتها شفت فيديو الواحدة بس هي كانت رياضية وقالت انا نفسي ارقص بلين وراحت خدت ترينينج مع استوديو بيدرب البلرينات وقعدت حوالي ست شهور تتدرب معاهم وعملت عرض صغير وحست انها حققت حلم من احلامها في الفيلم اللي كان فيه عادل ادهم وممدوح عبدالعلي الله يرحمهم عادل ادهم بيزنس مان سوبر ماركت اه سوبر ماركت عادل ادهم بيزنس مان عايز يتعلم الفيانو راح لبيانست اللي هو كان ممدوح عبدالعليم وقاله ان هو عايز يتعلم وقال له ايه عجبتني جدا جدا الحتة دي قال له انا مش عايز ابقى بيانست زيه انا مش عايز اعذف بيانو زي ما انت بتعذف انا عايز ادندن انا عايز وانا لوحدي ادندن عالبيانو كان هدفه رياليستيك واقعي اللي هو يقدر يحقق اخر حاجة تي تايم باوند متحدد بوقت ماينفعش اقول انا عايز انجح عايز ابقى مهندس معروف معروف ان عشان تبقى مهندس لازم تدخل جامعة معينة وكلية معينة وتدرس فيها خمس سنين وتطلع تقدم في نقابة المهندسين وتدور على شغل تايم باوند لو قلت انا عايز اخس وخلاص اخس قد ايه هخس عشرة كيلو لو جيت قلت هخس تلاتين كيلو ماشي هتخس تلاتين كيلو في قد ايه وقت اه في اسبوعين نعم انت عايز اتموتي نفسك بقى ماينفعش لكن عايز اخس عشرة كيلو في شهر اربع اسابيع اه حلو يعني تين كيلو ونصف في الشهر معقول دوابل ممكن في شهر نقدر نحقق ده فلازم تكون احلامنا واهدافنا time bound متحددة بوقت برضو لسه بنتكلم على الاهداف الاهداف في حاجات long term و short term عشان كده كنت بعمل خطتي الخمسية خمس سنين وخطتي السنوي خطتي في خمس سنين ان انا كنت احصل على المجستير لما احولها بقى لخطة سنوية انا حقدم في شهر كذا انا حعمل الانيشل بروبوزل بتاعي في وقت كذا انا حكلم الدكاتر اللي حيشرفه علي في الوقت الفلاني انا حخلص المواد اللي مفروض لازم اذكرها في الوقت الفلاني حشتغل في الديسرتيشن بتاعتي في الوقت الفلاني وهكذا مع ان سنة او سنة ونص لكن هي part من حاجة long term طويلة المدى فلازم نفكر برضو يا طرى ده هدف طويل المدى سنتين تلاتة خمسة ولا قصير المدى وقصير المدى اسبوع ولا شهر ولا ست شهور ولا سنة تفرق تفكيري في نوعية الاهداف دي حيفرق تعالوا بقى نعمل الخطوة الاولانية عايزاكم تجيبوا النقطة بتاعتكم وتكتبوا فوق الجرد الشخصي لشانا اقول ليكم هكتبها معاكم او الجرد الذاتي اهي كتبت الجرد الذاتي وقسموا الصفحة اربع اقسام اهو اربع اقسام القسم الاولاني نقاط قوتي النص التاني نقاط او الربع بقى نقاط ضعفي نقاط قوتي نقاط ضعفي تحت الفرص المتاحة نحوة التانية المخاطر بعد ما تعملوا الجدول ده انا ليه عملت الجدول ده كده قدامكم لان انا كان ممكن اروح المكتب في الميتنج روم بتاعتنا عندنا ويت بورد واعد اكتب لكم ووريكم او ان انا اعمل اتاشمنت لفورما تستخدموها او حاجة شكلها نيت او كده انا عايز اقول لكم ان دي حاجة تقدروا تعملوها بابسط الانجانيات المتاحة عندكم مش محتاجين حاجة اه صوفيستيكيتد وحاجة مش عارف ايه لأ ورقة وقلم هو ده اللي احنا محتاجين دلوقتي عايزاكم توقفوا الفيديو بعد ما عملتوا الصفحة دي ابتدوا فكروا ايه نقاط القوة اللي عندي ايه الحاجات الكويسة اللي موجودة فيي وفي حياتي ايه نقاط الضعف اللي عندي ايه التحديات الشخصية اللي موجودة عندي او في حياتي ايه الفرص المتاحة قدامي السوق فيه ايه العالم فيه ايه دايرتي فيها ايه لو انا قاعدة ستة قاعدة في البيت عالمي فيه ايه ممكن يبقى فرص قدامي المخاطر ايه المخاطر اللي بتواجهني المخاطر دي مش معناه ان فيه حد حييجي يضربني ولكن ايه الحاجة اللي ممكن تأثر سلبا على حياتي خدوا وقتكم في هذا الجرد الذاتي اكتبوا كل اللي ييجي في دماغكم ولكن انبهكم لحاجة ايه انا كان عندي ورشة عمل عن التخطيط الشخصي واللي لاحظت دايما من المشاركين في ورشة العمل دي وحتى كمان لما كنت بعملها مع الموظفين بتوعي في الهي البرفورمس ابريزل في تقييم اداءهم في الاخر او مع نفسي انا في الفترات الاولانية ان انا ما كنتش بشوف نقاط قوتي ما كنتش بشوف الحاجة الحلوة اللي فيها كنت بركز اكتر على نقاط الضعف واللي ناقصني واصلانا مش عارف ايه اصلانا ما بعرفش ايه اصلانا كذا اصلانا كذا فلاقي نقاط الضعف دي اوه كتير قوي 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 نقاط القوة حبا صغيرين لا ما تقعوش في الغلطة دي اكتبوا خدوا وقتكم اكتبوا كل الحاجات الكويسة اللي عندكم انا في مرة من المرات كتبت ان انا بعرف اتعلم الطبخ بسرعة اه كتبتها دي انا حاسة ان هي نقطة قوة عندي كتبتها اكتبوها كلها سواء تستفيدوا بيها او شاء تستفيدوا بيها كل حاجة تستفيدوا بيها نقاط الضعف ايه التحديات اللي ممكن تواجهني اصلا انا عاطفي لو انت شايف ان دي نقطة ضعفة فيك اكتبها اصلا انا مسرق بصرف الفلوس بحب بصرف الفلوس بحب اعيش حياة معينة اكتبها اصلا انا كسلان اكتبها الفرص المتاحة ده فيه مثلا في المجال اللي انا دخله او انا مثلا بحب بتاع الفيديو ده تمرين انا عملته مع شاب من الشباب اللي كان بيشتغل معايا دراسته مختلفة عن الهواية اللي هو بيحبها كانت فرصة بالنسباله ايه المخاطر ان انا مثلا اه ممكن ملاقيش شغل بسهولة اه ممكن يكون في حد في حياتي مثلا حماتي بتدايقني ما عرفش ليه انا مسك على الحموات مع ان الحموات في الطاف خلص يعني او على الالف تجربتي انا اه 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 نكتب ايه المخاطر اللي ممكن تقابلني لا اصل مثلا انا ما عنديش فلوس كفاية دي ممكن تكون نقطة من نقاط الضعف وهكذا وقفوا الفيديو خدوا وقتكم كملوا الجرد الذاتي لنفسكم نقاط القوة نقاط الضعف الفرص المتاحة قدامكم والمخاطر اللي ممكن تقلقوها بعد ما تخلصوا الجرد الذاتي ده تعالوا هنعمل الخطوة اللي بعد كده حلو قوي خلصنا موضوع الجرد الذاتي هندخل برضو في جرد لسه لسه ما كتبناش اهداف شوفوا دي دي كلها لسه بنجهز للاهداف هنعمل ايه هنكتب الجرد السنوي الجرد السنوي وده حرقة من الصفحة مرة ايه النصين بس النص الاولاني انا بكتبه كده ببساطة بحط عليه positive plus ايجابي والتاني negative minus حاجة سلبية وفي النص positive اكتبه كل الحاجات الحلوة اللي حصلت خلال 2019 اكتبه كل الاحلام اللي اتحققت كل النجاحات اللي قدرنا نعملها كل اللحظات الحلوة اللي مرينا بيها تيه مثلا اه ده انا قضيت اجازة حلوة قوي ده احنا روحنا السحل الشمالي وانبسطت جيدنا ده كان وقت حل ناحية تانية بقى اكتبه الحاجات الوحشة اللي حصلت اه فقدت انسان عزيز علي وده اثر فيه جامد قوي اه ما قدرتش اخد الترقية اللي كان نفسي فيها اه ابني تعبني قوي السنة دي في مذاكرته و و وحاجات زي كده او حياتي اطلق بطت شوية مع جوزي مثلا تخنقنا عملنا سوينا اكتبوا كل الحاجات الايجابية الحلوة اللي حصلت وكل الحاجات السلبية اللي حصلت وتاني واقفوا الفيديو روحوا اعملوا كلمتين دول وتعالوا بكده نبقى عملنا نوعين من الجرد الجرد الذاتي او الجرد الشخصي اللي حددنا فيه اللي احنا شايفينه في نفسنا نقاط قوة نقاط ضعف شفنا الفرص المتاحة حوالينا في حياتنا وشفنا المخاطر اللي ممكن تهدد خططنا للنجاح وكمان عملنا الجرد السنوي شفنا السنة اللي عدت شفنا ايه الحاجات الحلوة اللي حصلت فيها ايه النجاحات اللي حققناها ايه الاوقات اللطيفة اللي قضناها وشفنا كمان الحاجات السلبية الحاجات الوحشة يا ترى فشلنا في ايه ما عرفناش نحقق ايه حصلت لنا مشاكل في ايه دلوقتي بقى الخطوة التالتة اقروا الكلام ده وقفوا الفيديو وروحوا اقروا الكلام ده اقرواه كويس قوي 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 عشان بناء عليه حنعمل حاجات تانية كتير وقفوا وروحوا اقروا نتيجة الجردين اللي انتو عملتوهم لحياتكم نيجي بقى للنقطة السادة وهي ايه هي اعمدة حياتي ايه هي اولوياتنا احنا بحياتنا بنلعب كذا دور احنا زوج اب صديق موظف بزنسمان ابن ابن عم كل دي ادوار لو مثلا بشارك مثلا في جمعية خيرية انا متطوع كل دي ادوار بنلعبها في حياتنا لكن هل كلهم على نفس قدر الاهمية فيه كمان جوانب تانية في حياتنا مثلا الفلوس الصدقات الشغل والمنصب هل برضو كل الحاجات دي على نفس قدر الاهمية كل واحد فينا حياته عاملة زي ما يكون مبنى قائم على عندان العمدان دي هي اللي احنا عايزين نحددها في المرحلة دي هي اولوياتنا انا اولوياتي اسرتي الصغيرة علاقتي بجوز علاقتي باسرتي الاكبر ماما وبابا وخلاني واولاد عامي وهكذا شغلي مثلا حياتي ككاتبة او على اليوتيوب وضع المادي وقت الفراغ بتاعي بعمل فيه ايه بحب اقرأ بحب بسافر بحب كذا بحب كذا كل واحد فينا يحدد اولويات حياته كارير اكتبوا كده المهنة او العمل او البزنس بتاعي لو انت مبتشتغلش او مبتشتغليش لا سوري لو انت مسلا ست قاعدة في البيت اكتبي بيتي بس بيتي هنا مش قسرتي بيتي هو المكان اللي انا بشتغل فيه لانه هو ده شغلك انت مش ست قاعدة في البيت انت مديرة منزل انت مديرة بيت انت مديرة اسرة ليكي دور بتعمليه ليكي وظيفة بتعمليها كل يوم من ساعة مبتشة من النوم لو انت لسه طالب او لو انت متخرج اكتب الكارير انت لسه ما عندكش كارير انت لسه في فترة انتقالية يدوبك مخلص الجيش ولا خدت اعفا او انت لسه مخلصة الجامعة ولسه بتدوري على شغل ومش عارفة اكتبي ما هو ده جزء من المهنة بتاعت الجزء من العمل بتاعك حتى لو انت لسه بتدوري على شغل حتى لو انت لسه بتدور على فرصة اكتب المهنة اسرتي طبعا اللي متجاوزين فينا عندنا الاسرة الزغنونة والاسرة الكبيرة نكتب اسرة صغيرة اسرة كبيرة نكتب وضع المالي مثلا نكتب تطور ذاتي بتاعي انا بديفولوب شخصيتي ازاي بحسن علاقاتي ازاي علاقاتي علاقاتي باصدقائي اكتبوا النقاط دي وبعد ما تكتبوهم كلهم رتبوهم مهمة جدا 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 الخطوة دي يعني انا واحدة من الناس هحط علاقتي بجوزي قبل علاقتي باصحابي هحط مثلا شغلي اللي انا مسؤولة عنه قبل اليوتيوب بتاعتي لان انا بعملها للهواء هحط مثلا علاقتي ببابا وماما قبل علاقتي بولاد عمي وولاد خالي مثلا رتبوا ده رتبوا اولوياتكم من الاكبر للاصغر فاكريني زمان في المدرسة لما كانوا يدونا شوية ارقام ونقعد نرتبهم ascending و descending من الاكبر للاصغر ومن الاصغر للاكبر هوا ده اللي احنا بنعملوه دلوقتي بعد ما كتبنا كل الحاجات اللي موجودة في حياتنا كل اعمدة حياتنا محتاجين رتبهم رتبوا اولوياتكم يلا استخنتوا دلوقتي بقى دخلنا في الاهداف لكل اولوية من اولويات حياتنا ديه هنبتدي نكتب الاهداف بس الاول سي مثلا كتبتوا عشرين حاجة في حياتنا لو في سنة واحدة هتركزوا على عشرين اولوية في حياتكم مش هتعملوا حاجة مش هتعملوا حاجة عشان كده انا عايزاكم بعد ما رتبتوا الليستة دي اختاروا اول خمسة او ستة بس لو انتو يعني متفقلين قوي بقدراتكم ولو اني منصحكوش اختاروا اول تمانية لو شايفين بس ان انتو هم تلات اولويات اختاروا التلات اولويات المهم لستة الاولويات بتاعتكم مزدش باي حال من الاحوال عن تمانية ليه لان خلينا صادقين كده مع بعض اليوم محدود قدرتنا محدودة قدرتنا على العطاء محدودة مش محدودة بمعناها انها قليلة ولكن محدودة اني لها مقدار معين مقدارش ازود عنه فلو قعدت احلم واقول ان انا حبقا نجحة في عشرين حاجة في حياتي It's a recipe for failure دي وصفة اكيدة للفشل عشان كده القايمة هي كأنكم بتقطعوها بالنص اختاروا اول خمسة اول ستة سبعة تمانية مزودوش عن كده وارجعوا نقلوها بصفحة تانية وعملوا جدول من خنتين خانة كبيرة وخانة صغيرة خانة الاولانية هي الاولوية الخانة التانية الاهدف اهي نجي مثلا في الاولوية اه انا مثلا حطيت صحتي الاولانية فصحتي عايزة اعمل ايه عايزة خس عايزة اكونترول مثلا حالة معينة عندي عايزة اهتم مثلا بحاجة معينة عندي وابتدي افكر بقى في اهداف وحاجات اعملها سي مثلا عايزة خس عشرة كيلو عايزة اخد الادوية بتاعتي بانتظام عشان اركز على صحتي عايزة اكل اكل مفهوش مواد حفظة واكتب الكلام ده اخذت عشرة كيلو اخد الادوية بتاعتي بانتظام كل يوم شوفو دي اهداف تالت حاجة اكل اكل مطبوخ في البيت كل يوم هي دي اهداف هل هي محددة ايو محددة هل هي مجربل اه مجربل عشرة كيلو كل يوم كل يوم خمس واجبات في اليوم يعني تلات واجبات واثنين سناك مش خمس واجبات لا يعني تلات واجبات واثنين سناك خمس مرات بس كلهم انا اللي عمليهم التينابل اه اه اقدر حققهم رياليستيك اه اقدر حققهم عشرة كيلو خلال سنة او خلال الربع الاولاني من السنة معقول اه يعني تاينباوند اه لمدة سنة كل يوم كل يوم كل يوم طيب انا عندي تلاتة كلاينت في الشهر عايزة ازاود ويبقى عندي اربعة او خمسة كلاينت في الشهر هكتبها عايزة اعمل اه ماركتنج اكتر عشان اجيب الكلاينت دول هكتبها عايزة ازاود التين بتاعي واحد تاني في المجال ده هكتبه طيب في علاقتي مع جوزي ممكن حد فينا او مع شريك الحياة اللهي علاقتنا السنة اللي فاتت هنا بقى ايه نفعنا بقى الجرد السنوي واللي خليتكم تقروا تاني والله يعني علاقتنا كده ايه بقت متوترة شوية عايزة اقلل للخناء عايزة امنع الخناء مش هنتخانق او لو حصل فيه بيننا خلاف هنتكلم مش هنزعق او كل اسبوع هحاول ان يبقى فيه وقت مستقطع ليه انا وهو لوحدنا نخرج في حتة نشرب شاي او قهوة في حتة او حتى نقعد لوحدنا بدون سخب الولاد والكلام ده وحاودي ولادي عند جارتي هاودي ولادي عند مامتي واعد انا وهو لوحدنا نتكلم ونحكي زي ما كنا بنحكي زمان مثلا انا قاعدة في البيت او مش لو انا قاعدة في البيت انا دلوقتي سي مثلا عايز اشيلي كراكيب اللي عندي انا السنة اللي فاتت ده كان هدف من اهدافي حطيت هدف ان انا كل يوم هتخلص من عشر اشياء كل يوم اه كل يوم وعملتها فعلا خلال ثلاث شهور غربلت حاجات كتير قوي 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 موجودة في البيت عندي حاجات ما كنتش باستخدمها حاجات في المطبخ ادوات كنت كل ما ادخل محل ولاي الله دي دي مش عارفة بتشيل مش عارف ايه من من الفراولاية وبتاع وانا اصلا يعني ما جبتش فراولات مرتين ثلاثة على بعض عشان عشان اشيل العنق بتاع الفراولاية غربلت كل حاجة حطيتها حطيتها هدف ان انا كل يوم اتخلص من عشر اشياء احيانا ايام ما كنتش بابقى عارفة الله انا شيلت حاجات كتير قلم الورق جرائد قديمة اه لا انا خليها اصيب انا بلمع بيها المرايات او انا لسه بلمع المرايات على فكرة بالجرائد او مجلات اه لا دا المجلة دي فيها مقال انا كالناس دي فيها اروح اطع المقال حطها على جنب ورمي المجلة قلم كنت بجرب الاقلام عشان الاقي اقلام مش بتكتب عشان ارميها عشان اعملت واحد من العشرة نفس الحكاية انت مثلا بتدور او انت بتدوري على شغل كل يوم هقدم في عشر وظايف ايه دا هو في وظايف اه معلش بلاش نستعبط في وظايف في وظايف على الانترنت في وظايف في مكاتب التوظيف في وظايف في الشركات بتعلنها كل يوم هدور على عشر وظايف مختلفة وهقدم فيهم او انا عايز ادرس حاجة معينة طب انا معايش في الوز طب اشوف ايه الدورات والكورسات اللي موجودة اونلاين اللي ممكن اخدها ايه الشهادات اللي ممكن اخدها وانرول فيها واخدها سي مثلا انا عايز احسن من نفسي انا دايما ببقى حط هدف هقرى كم كتاب في السنة بكتبه انا السنة دي دايما كنت بحط هدف معقول شوية اتناشر كتاب في السنة كتاب كل شهر لان انا عارفة ان تابع شغلي احيانا بجيب كتب احيانا بدور على حاجات معينة فبعمل بالانس لأ الاثناشر كتاب دول هيبقى حاجة ليه انا بقى اه رواية اه كتاب لطيف عايز اقراه اه حاجة او روحانية او حاجة زي كده ما تخصش الشغل وهكذا دلوقتي وقفوا الفيديو بيزدى على المعلومات اللي احنا شفناها في نفسنا بيزدى على الجرد السنوي اللي عملناه لنافسنا بيزدى على اولوياتنا اللي احنا حددناهم اللي ما يزيدوش عن تمانية عملنا الجدول فيه هنا من ناحية دي الاولوية وفيه هنا الاهداف الاهداف اكتبوها لكل اولوية الاهداف بتاعتها وما تخلصوا ده تعالوا داني هنكبدو كتبتوا اهدافكم طلعوا كم هدف مية مية وخمسين طلعوا كتير صح؟ نيجي بقى مرحلة الغربة لها في كل اولوية من الاولويات دي كتبتوا اهداف طوك 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 عايزاكم تشطبوا الاهداف وتختاروا من كل مجموعة اهداف اتنين بس ولو واحد يكون احسن مثلا فصحتي انا فعليا خلتهم اتنين بس شلت ان انا عايز اخلت عشرة كيلو خطيت هدفين اتنين بس ان انا اكل اكل صحي مفهوش مواد حفظة لان انا عندي حدثة فظيعة من مواد الحفظة كل ايام الاسبوع خمس مرات في اليوم وامشي نصف ساعة ماشي ماشي قوي مش ماشي دلع كل يوم هي هما دول اهدافين بتوعي فصحتي هما دول هدفين بتوعي في شغلي ان انا انزل احضر نتوركينج ايفنت او تجمع لرجال الاعمال وسيدات الاعمال مرة واحدة بس في الاسبوع حطيت هدف واحد بس مش اكتر الاهداف دي هي اللي هتحقق لي الهدف الاكبر والاسمة الابجيكتف الاكبر اللي انا عايزة وصله ان انا حافظ على صحتي ان انا ازود شغلي هنا مثلا في اليوتيوب انا اخدت الهدف دو من اخر من الشهر اللي فات ان انا كنت بعمل فيديو واحد في الاسبوع ومش منتظمة في اعمل وقت مزاج لا انا قررت اعمل ثلاث فيديوهات في الاسبوع وحددت الحاجات اللي انا هتكلم فيها لقيت ان انا مش محتاجة اغير هذا الجدول فيما يخص قناة اليوتيوب بتاعتي فهسبته كل واحد فينا يفكر انتي مثلا عايزة عايزة بيتك يبقى نظيف في اغلب الوقت ما تقوليش كل الوقت عشان لازم يبقى رياليستيك لان ده مش مش شيء واقعي عمر ما بيوتنا هتبقى نظيفة طول الوقت طول الوقت طول الوقت عايزين حياتنا تبقى بيوتنا تبقى نظيفة اغلب الوقت معظم الوقت انا عشان اعمل ده عملت ايه عملت اتنين روتين عملت روتين صباحي وروتين مساء روتين صباحي قبل ما اروح اعمل شغلي وانخرج في شغلي واخرج واشوف حياتي اللي برا البيت حاجات معينة بعملها ان انا مثلا بفضل الغسال في الاطباق وحط اللي عايز يتغسل واسيبها تشتغل وانا برا بحط غسلة مثلا من الغسيل في الغسالة واسيبها تشتغل وانا برا بروأ السرير بتاعي والقوضة بتاعتي باش فيه الايهدوم واقعة جوزي بيعمل كده ولادي بيعمله كده لما بنرجع من برا يبقى البيت هادي شوية مش ملاخبط وبعدين روتين قبل النوم برضو بعمل حاجات معينة بالاثنين روتين دول انا بحافظ على بيتي نظيف ومتزبط اغلب الوقت انت شاب عايز تبني مستقبلك اخترت المجال اللي انت عايز تبقى فيه حط من اهدافك مثلا ان انا هحضر دورتين تدريبيتين في المجال اللي انا فيه ممكن تكون حاجة هتروحها وممكن تكون حاجة على الانترنت وهكذا يبقى عندنا كام هدف لو خدتوا اقصى حاجة اللي هي 8 اولويات واقصى حاجة اللي هم هدفين يبقى عندكم 16 هدف بس خلال سنة كاملة لو تقدروا يبقى يقل من كده يبقى احسن واحسن لو تقدروا تعملوا هدف واحد في كل اولوية من الاولويات دي احسن واحسن هقول لكم ليه بعد ما تعملوا الخطوة دي روحوا غربلوا لسة الاهداف الكتيرة بتاعتكم ووصلوا لاقصى حاجة اقصى حاجة هدفين تحت كل اولوية معايا مواظبين ولا تعبتم من الحفلة بتاعتي دلوقتي بقى اهم حاجة ان احنا نحول الاهداف دي لعادات حلوة قوي تكلمنا انا حاخصة 10 كيلو سنادي انا سنادي هلاقي وظيفة احلامي انا السنادي هلاقي فتاة احلامي انا السنادي ستجوز انا السنادي كذا انا السنادي كذا حلو جدا ولكن اذا ما كانش عندنا عادات يومية تدعم الهدف ده عمري ما حوصل دلوقتي اكتبوا بقى خلاص احنا بقى عندنا لسة اهداف فدي بقى الاهداف النهائية لسه فيها غربالة الاهداف دي احلى حاجة انهم يكونوا 8 اهداف بقى اكتر حاجة انهم يكونوا 16 الاهداف دي بقى حولوها لعادات يومية حاجة هتعملها كل يوم هتوصلك للهدف ده انا مثلا خليت موضوع المشي عادة يومية السنة اللي فاتت خليت اليوجا عادة يومية السنة اللي فاتت في موضوع الاكل والطبخ خليت ان انا اطبخ عادة يومية السنة دي خليت ان انا اجهز اكل الاسبوع كله عادة اسبوعية بلاش يومية حولوا الأهداف بتاعتكم لعادات لو سي مثلا هدف من الأهداف إن أنا أقضي وقت أطول مع جوزي لازم ألاقيه له الوقت لازم أتفق معاه وحولها العادة يومين بعد الغداء هنقض نشرب الشاي مع بعض بدون ولاد حبعة الولاد هو ده بقى الوقت الحلو قوي إن إحنا نديهم لابتوب أو تاب أو سيلفون يقضوا يلعبوا بيه بعيد عننا ونقول إحنا نسنيهم مع بعض ونتكلم أو كل أسبوع ممكن تكون عادة يومية أو عادة أسبوعية كل أسبوع هوادي الولاد عند جدتهم وانا وجوزي نخرج وحأصر على ده حتى لو في مقاومة شوية في الأول بس برضو حفظ الوراء لو في شغلي زي ما قلت لكم حولت العادة الهدف بتاعي سوري الهدف بتاعي العادة إن أنا لازم أحضر إيفانت أو أحضر مؤتمر أو أحضر تجمع مرة في الأسبوع هروح فتحة سلسلة هي الإيفانت اللي في المجتمع بتاعي ودور عليها وأعرف تواريخها وحطها في الأجندة بتاعتي حولتها لعادة آخر خطوة إحنا توجدها مش كده بس صدقوني النتيجة هتبقى حلو قبل آخر خطوة بقى على ورقة نظيفة مش مش أغبضة مش مكتوبة عليها أي حاجة وكتبوا هذه العادات كتبوها قدامكم على ورقة حلوة لو تقدروا تروحوا المكتبة ويعملوا لكو لامينيشن عليها فاكرين اللي هي الكروت بيحطوا لنا بلاستيك عليها يغلفوها ببلاستيك لو تقدروا تعملوا الحكاية دي اعملوها لو عايزين بقى إيش ياكة أكتر اكتبوها على اللابتوب وخلوها اتبعوها على ورقة وبرضو خلوها لامينيشن لتعرفوا لده ولا ده ولا ده ورقة وبخط تحلو اكتبو هذه العادات وعلقوها قدامكم في مكان انتوا شايفين ليا واحدة صاحبتي لما تكلمت معاها في الموضوع ده وقلت لها أن أنا عايزة أعمل معاكم الخطة دي قالت يا الله طب ما تعمليها معايا أنا وفعلا جبت لها ورق من عندي وعملت الكلام دو وفي الآخر القعدة كتبت ثمان عادات يومية عايزة تعملها قالت لي حنان أنا علقتها في ضرفة الدولاب من جوه عشان كل يوم أنا بفتح الدولاب أشوفها قدامي يمكن تكونوا قضيته ساعة معايا في عمل الموضوع دو بس أعتقد ان احنا سوا فكرنا قوي في الحاجات اللي عايزين نحققها فكرنا قوي في الحاجات اللي عايزين نعملها فكرنا قوي في أولويات حياتنا فكرنا قوي في الأهداف اللي عايزين نحققها ونوصل لها وأهم حاجة أن احنا حولنا هذه الأهداف لعادات يومية حاجة أعملها هتقربني من اللي أنا عايزة أوصلته أتمنى أتمنى أن أنتم تكونوا سمعتوا الكلام وجبتوا نوتة أو ورق وعملتوا الكلام ده معايا وكتبتوا ومشيتوا خطوة خطوة اكتبوا لي تحت لو فعلا عملتوا كده ولو فعلا الموضوع ده نجح معاكم ولا لا أنا عارفة أنه بينجح صدقوني أنا مش بس جربته مع نفسي أنا جربته مع ناس تانية كتير وعارفة الفايدة المؤكدة من موضوع التخطيط السنة أتمنى تكونوا استفدتوا عشان أنا كمان استفدت أشوفكم المرة الجاي أو أشوفكم السنة الجاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر